عم تنعاد نفس الكرة أخي كنا بحمص الأديمي صار فينا هاي وهلأ نفس السيناريو عم نعاد هون لأيمة هذا الحكي هنا لجأ الأهالي من قصف وحصار النظام لمدينة حمص هنا كانت تصنع لحظات الأمان لطفل وعجوز لكن اليوم في ظل غياب التركيز الإعلامي العربي والعالمي يصبح حي الوعر مكانا ينتظر قدر الموت تحت وابل صواريخ وقذائف النظام لم يكن هذا الصاروخ وحيدا في حربه ضد أهالي حي الوعر والأصح ضد أهالي حمص إنما كان سلاح الحصار الذي يعتمده النظام في حربه ضد المدنيين لتجويعهم ومن ثم تركيعهم إلا أن صمود الأهالي استطاع الوقوف أمام سلاح التجويع لكن سلاح الطيران والمدفعية كيف لهم أن يقفه ومن يدافع عنهم من عناصر الجيش السوري الحر لا يملك سلاحا مضادا للطيران إلى من نسي الماضي القريب فإن حي الوعر يستقبل حوالي خمسمائة ألف من أهالي حمص المهجرين وهم جميعهم برسم مجزرة استطاع القدر تأجيلها لكن إلى متى؟ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر